مرحبا بكم في قناة تحفتي اخبار اليوم التحليل الصحافة الامريكية تصف الجزائر باكبر المستفيدين وتؤكد انها تسير في طريق صحيح لاستغلال الفرصة بشكل مميز وخرج تاريخية تصنع الحدث فيدل لمشكل غاز الروس بداية وفيدل للتهديدة الروسية بوقف الغاز عن دول اوروبية في حال عدم الدفع بالروبن تسارع بعض هذه الدول للبحث عن بداء الاستبدال الوردة الروسية في خطوة قد تعيد رسم خارطة السوق الطاقة العالمية وهو الوضع الذي جعل للجزائر مركزا مهم دوليا مع توجه جميع الانظار اليها هي وبعض الدول المنتجة للغاز خاصة وان الجزائر لها كمية ضخمة وبدأت في مضاعفة انتاجها وتحدثت عن هذا الامر العديد من الصحف الامريكية بينها تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوس فان من بين اكبر المستفيدين قد تكون دول افريقية مثل الجزائر التي قالت عنها لطالما كانت لعبا متوسط المخاطر في سوق الطاقة العالمية ولكن تطورات الاخيرة جعلت الانظار تتجه اليها واول واصلين حسبها هم ايطاليا والمانيا ومحاولات اسبانية مع دخول امريكا لاقنع الجزائر وتوسط بالتعاون للعلم فان ازمة الغاز الروزي ايضا حسب صحف امريكية اعدت توجيه الانظار نحو دول مثل انجولا ونيجيريا والكونغو الذين لم يكنوا من قبل في مقدمة الخيارات في اسواق الطاقة واشارت واشنطن بوست وغيرها من الصحف الى ان الغاز الجزائري سيكون الاقل تكلفة وتفضله العديد من الدول الاوروبية على الغاز القطري والامريكي نظرا لكون الجزائر لها انبيب تربطها مباشرة باوروبا في حين اكد محلل دولي انه لا توجد اي دولة لا قادرة على انتاج كمية كافية للجامع بسرعة قياسية لكن ما سيسهل نوعا ما والاهم هو وجوب تعاون ودخل الاستثمارات في مجال الطاقة في الدول التي تريد رفع انتاجها مثل الجزائر وهذه من بين بعض الحلول في الاسرع في عملية تخليهم عن غاز الروس مع العلم ان التحركات الاوروبية تأتي رضا على التهديدة الروسية التي تلت اجراءات موسكو بقطع الغاز عن دول اوروبية لرفضها الدفع بالروبل الامر الذي فعل بدول مثل المانيا وايطاليا الى طمأنص مواطنيهم بانهم يبحثون عن حلول بديلة اذا قام بوتين بتوسيع الحضر ورجح التقرير ان الاشهر 18 المقبلة ستكون وقتا عصبا الى اوروبا خاصة مع ارتفاع الاسهار فيما تكافح الحكومات من اجل استمرار تشغل مصانعها وتوفير تدفيئة للمنازل والحفاظ على محطات الكهرباء الا توجد بداء الكافية على المدى القارب لتجنم معاناة اقتصادية كبيرة في الشتاء المقبل اذا توقفت امدادات الغاز الروسي ومن هذه الازمة هناك دول وجلت نفسها امام الفوائد ضخمة مثل الجزائر لانها ستبع غازها باسعار قياسية للعالم وتضعف انتجها وتزيد استثمارة تلك الدول داخل الجزائر فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة اخرى اخبار اليوم لن تصدق ما قاله وزير الخارجي الفرسغال عن الجزائر والخرج تصنع الحالة في الصحفة العالمية وكيف انقذت الجزائر العديد من الدول من ازمة الغاز الروسي ومحالة بداية انتحد الجزائر بمكان مهم وتضعفت بشكل كبير جدا خاصة منذ ازمة الغرب وروسيا وبحثهم عن بديل غاز بوتين اين دخلت البرتغال الخط للتقرب من الجزائر لكي تبيعها كميات اضافية من الغازها الاخرى والمفاجأة كانت في تصريحة المغازلة من وزير الخارجي البرتغالي للجزائر حال تؤكد سانتوس سيلفا على مثلت العلاقة استونائية التي تجمع بين الجزائر وبلاده في الماضي والحاضر وقال ان البرتغال لهدين نحو الجزائر لانها لعبت دورا هاما في مسار دمقراطة البرتغال ودعمت المعارضة الديمقراطية ضد الدكتاتورية في البرتغال اندك وتبع شاكرا ومغازلان الجزائر اتذكر انه في سنة 1975 تم الامضاء بالجزائر على اتفاقية سمحت باستقل العديد من الدول الافريقية التي استعمرت من طرف البرتغال وهو ما شكل ميلاد دول تتحدث اللغة البرتغالية ملفتا الى انه ليست تاريخ واحدة الذي يجمع البلدين بل الحاضر ايضا مع الهلم ان البرتغال هي الاخرى تريد ان تقنع الجزائر لتبيعها كميات اضافية من الغاز بالتقرب منها وتجمع الجزائر اتفاقية طويلة مع البرتغال تم تمديد بعشر سنوات وتزود الجزائر السوق البرتغالية باثنان فاصل خمسة مليار متر مكعمل الغاز سنويا وبالنسبة لسونة راك فان هذه الاتفاقية تضعها كمورد رئيسي لشبه الجزائر الايبيريو والان تحاول البرتغال استغلال فرصة لتزيد كميات الغاز من الجزائر مع استغلال العلاقة طيبة هذا وبالعودة لتصريحة البرتغال التي صنعت الحدث وصلت الضوء عليها العديد من الصحف ذاكرين ان البرتغال تعمل جاهدة للتخلص من الغاز الروسي واستبداله بالجزائر وذكرت خارجية البرتغال ان الجزائر والبرتغال شاركا لهم اهمية كبيرة في منطقة حول المتوسط واكد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي ان العلاقات بين الجزائر وبلاده في المجالين السياسي وديبلوماسي جيدة وانه بلغ عدد المؤسسات البرتغالية التي تنشط بالجزائر وعلى وجه اخص في القطاعات الاستراتيجية تمانون المؤسسة يضاف الى ذلك وجود العدد من المؤسسات البرتغالية التي تقوم بالتصدار نحو الخارج مشددا على ان النمو الاقتصاد ضروري لتنمية تعاون بين مؤسسات البلدين فما رأيكم في ذلك هذا ومن جهات اخرى اخبار اليوم صحف عالمية تكشف خطة الجزائر القوية للدخول في قوة في المنافسة وكيف ترى بعض دول الغرب في الجزائر المنقدة لهم وصحف توضح الفرصة الذهبية للجزائر بداية وفي اطار بح الدول الاوروبية بشكل عاجل عن بداء للغاز طبيع الوارد من روسيا تتجه الانظار للجزائر التي يمكن ان تستغل الفرصة لتخليق فرصتها الذهبية في الوقت المناسب وهذا وفق وصف صحيفة بريطانية وهي فينانشال تايمز الزيادة صدرت الى الحد الاقصى من طرف الجزائر والحصول حسبها على حص اكبر من سوق الطاقة في القارة العجوز فالعديد من الصحف الاجنبية صبت في نفس الرأي مجمع على ان الجزائر بشرت بالفعل في خطة استغلال الفرصة والاستفادة قدر الامكان من هذا الاهتمام العالمي بها والانظار الموجهة لها تحديدا الاهتمام من الغرب بموارد النفط والغاز من الجزائر اتزارت شخصيات بارز الجزائر مؤخرا بما في ذلك رئيس الوزراء الايطالي ماريو درابي ووزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين وحتى الالمان الذين يدخلون الخط لمناقشة امن الطاقة في ذلك سعي اوروبا لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتقول صحيفة فينانشال تايمز البريطانية ان هذا الاهتمام بالجزائر ايضا مالافريقيا التي عانت من نقص احتياطيات لعمولات الاجنبية لكن ورغم التفاؤل حسبدت صحفنا الجزائر الا انهم انتقدوا بشدة والقب اللوم كثيرا على شح الاستثمار الاجنبي في قطع الهيدروكابوناس في الجزائر لانه لو كانت هناك استثمارات كبيرة سابقة في الجزائر لستطاعت الجزائر سريعا زيادة انتجها بشكل كبير جدا فهي قادر على زيادة لكن الامر يستطلب المزيد من الوقت وكان الامر ليكون سهلا لو لم تصح الرقد والغرب متأخرة الى الجزائر وقالت صحفة ان الجزائر تحتاج للمزيد من الوقت لزيادة حصتها في السوق الاوروبية مع الاكتشافات الاخيرة التي اعلنت عنها هذا وقال خبراء ان الجزائر لو احسنت استغلال فرصة فستبلغ انجازا ضخما يزيد منتقالها عالميا لان ورقة الغاز في الوقت الحالي لها اهمية كبيرة خاصة في دل ازمة الروس والغرب كما يقول خبراء ايضا ان حسن استغلال فرصة ليس في انتاج الغاز بكمية اكبر فقط بل حتى في حسن استغلال الاموال الضخمة التي ستجنها الجزائر ان عرفت كيف تستثمرها بشكل جيد ستتضعف وسعط دفعة قوية للاقتصار الجزائري وتنوع مصادر الداخل لهذا فحتى توجيه العائدات مهم كثيرا كما ان الشيء الجيد والاجابي هو ان الجزائر تفهم اتقالها واهميتها في الوقت الحالي وتضع شروطا امام رفع قدرتها الانتاجية وطلبات الاضافية مسبقة شروط العقود والاستثمار امام المسنفسين على غازها وهي خطوة اذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الاعجاب والتعليق